بعد الحادثة الأخيرة التي حدثت في مدينة الصدر بانفجار كبير أصغط عددا من المباني والمنازل وعد إلى قتل وجرح أكثر من 130 شخصا بسبب الخزن السيء للعتاد حيث شهدت مناطق عد الأمر نفسه بانفجار ثماني مخازن في سبعة مدن مختلفة خلال الشهرين الماضيين كان أخرها في محافظة كربلاء ورغم إصدار أمرا من قبل الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة وإفرغ العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى من مخازن ومستودعات الأسلحة على أن تواصل الانفجارات داخل المدن يدل على أن ذلك الأمر لم ينفذ وبحسب ما أكده مختصون أن هذه الانفجارات تعود لعدم وجود خبرة كافية لدى بعض الجهات في عملية حفظ الأسلحة وحشوات القذائف وأن تكرارها يثبت في تعمد بعض الجهات في إحرق هذه الأسلحة بهدف إثرة الرعب بين المواطنين ويرتبط العجز عن ضبط فوضى السلاح في العراق بالضعف الذي طال مختلف مؤسسات الدولة فيما يجب على أصحاب القرار في الحكومة العراقية أن تعزز من هيبة القانون على جميع المناطق والأطراف الأمر الذي يؤدي إلى فرض قوة الدولة من مغداد لوئي حسن WTV